أكد محافظ البحر الأحمر عمر حانفي أنه تم تطوير الشاطئ العام بالغردقة وتبلغ المساحة الإجمالية للشاطئ نحو خمسين ألف متر مربع حيث بلغت التكلفة المبدئية لأعمال تطوير الجزء الأول نحو خمسة عشر مليون جنيها جاء ذلك أثناء افتتاح المحافظ عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة الغردقة المزيد في سياق التقرير التالي استكمالا للمشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة في البحر الأحمر وبالتزام مع الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين للعيد القومي للمحافظة تم افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة الغردقة تطوير الشاطئ العام بالغردقة يعد أحد أبرز المشروعات التي تطفي رونقا وجمالا للمدينة الساحلية وتبلغ المساحة الإجمالية للشاطئ نحو خمسين ألف متر مربع ومساحة الجزء الأول للمرحلة الثانية تبلغ نحو خمسة عشر ألف متر مربع وبلغت التكلفة المبدئية لأعمال تطوير الجزء الأول نحو خمسة عشر مليون جنيه في وعد للأهالي الغردقة أن احنا إن شاء الله بإذن الله نستكمل الشاطئ بالكامل احنا خلصنا المنطقة الممشا اللي هي المنطقة العلوية وبدأنا في المنطقة اللي تحت عشان إن شاء الله بإذن الله أنا بوعد الأهالي وزي ما خدت وعد النهاردة وقلت للشركة المقولات اللي شغالة إن أنا حستلموا الناس تقدر إنها تعيد فيها كما تشمل أعمال تطوير الشاطئ عمل ممشا خارجي انترلوك وكافيتريات وأكشاب تجارية ومطاعم عالمية ومدرجات للاستمتاع بالشاطئ وجزء خاص بالشماسي وممشا من الخرسانة المطبوعة لسهولة حركة المواطنين داخل الشاطئ وحرصا من الحكومة على إنشاء أكثر من متنفس ترفيهي للأهالي تأتي أعمال تطوير شاطئ السواق العام بجوار قرية الجسوم البالغ طول نحو 600 متر حيث تم إنشاء عدد من الكبائن والمحلات التجارية على الشاطئ لخدمة المواطنين على أن يتم طرحها في مزايدة عالنية للراغبين في استئجارها وشهدت المحافظة افتتاح أعمال تطوير المرحلة الثانية للممشا السياحي بالغردقة البالغ طولها نحو 3000 متر ويعد أبرز ما شملته عمليات التجميل وتطوير وجود عدد من الأعمال الفنية المختلفة كمتحف مفتوح أمام المواطنين والسياح